أكد الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش أن مصر وصربيا بإمكانهما تحقيق المزيد من التعاون الثنائي في المستقبل خلال مؤتمر صحفي مشترك أضاف فوتشيتش أن مباحثات مع الرئيس السيسي تطرقت إلى مختلف القضايا الدولية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلا عن منقشة سبل التعاون في العديد من المجالات قد وقعنا اليوم عدد اتفاقيات في غاية الأهمية وخاصة اتفاقيات التجارة الحرة بين الدولتين لقد وقعنا على كتير من الاتفاقيات الأخرى التي تهم برزة درزيونا نشطة تجارة والتي سوف تزهم في التعاون الثنائي والتعاون الثنائي والسنائي بين الدولتين أنا مقتنع أننا سوف نتمكن من فعل الكثير في المشتفل أكثر بكثير مما تم في الماضي وبطبع ذلك بفضل فخامتكم ورؤيتكم والدمر البارز الذي تلعبونه